الكلام اللي احنا قلناه مبارح عن أعداء الحياة وأعداء الفرح والسعادة والسرور خلينا نتكلم شوية عن حاجات مهمة جدا جدا لازم ننتبه إليها عشان نجفف المنابع دي وبدري عشان نقدر نعمل حالة من حالات الوقاية في المجتمع والوقاية في الحياة ورزيك الجليس اللي هنجلس معاه النهاردة هو جليس مختلف شوية الجليس ده فيه ناس كتير بيعمله من غير ما بتدرى وأنا أظن أن أهم مصدر من مصادر التطرف هو اللي بيجلس مع الجليس ده الجليس ده بيكاد يكون من أكتر الجلساء اللي ممكن يحوله الإنسان إلى وحش ويا سلام بقى لو الجليس ده بيتعامل من غير ما الإنسان يكون دريان ممكن؟ ممكن الجليس ده هو جليس إيه؟ جليس الهدم إن يكون فيه حد بيمارس مهنة الهدم يعني يبقى مقاول هدد يعني كل اللي عنده إن يهد يكسر في اللي قدامه فيه ناس ممكن كده آه ده كتير يرقاوه في حياتنا كتير في حياتنا وهما طيف وأنواع هنحكي عنهم دلوقتي بس أنا إيه اللي خلاني نتكلم عن الهدم النهاردة وخاصة هدم الإنسان وإحنا بنتكلم أمس عن المتطرفين والإرهابيين اللي بيحاولوا يعملوا إيه؟ يقضوا على الحياة لأن الهدم بس مش إنك تهدي بيت لكن أن أنت تهدي معنى زي ما كان هو عايز يهدي معنى إنه هو يهدم الرافع للمية اللي بيجيب الحياة يبقى هو إيه اللي حاصل؟ يبقى هو ببساطة خالص هو عايز يهدم المعنى هدم المعاني هو أسوأ أنواع الهدم وعشان كده شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعلمنا إزاي نقاوم وإزاي نمنع هدم البناء المين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الإنسان بنيان الله ملعون من هدم بنيان الله الإنسان بنيان الله ملعون من هدم بنيانه يبقى إيه اللي حصل؟ تعالوا نشوف الحديث من أوله إيه اللي حاصل؟ الإنسان بنيان الله يعني إيه؟ الإنسان ده اللي بنا مولانا سبحانه وتعالى هو قال هنا ايه الانسان فالانسانية اللي جوانا اللي بنيها الله سبحانه وتعالى الانسانية اللي هالفطرة ودايما لازم نعرف في الحديث ده محدش هيهد حد غيره ما هي بتنخصم منه انسانيته ولذلك تلاقي اللي بيهدم ده في الغالب بيهدم بدم بارد الانسان بنيان الله ملعون من هدم بنيان الله ليه ملعون لأن الإنسان اللي يحافظ على بنيان الإنسان هو ده الإنسان الرحيم فاكرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض فلا تهدموهم لأن الهدن يساوي إلقاء الإنسان في النار نار العدم نار اللاشيئية ولذلك هم كانوا عايزين يهدونا بس إحنا ما بنتهدش ما بنتهدش ليه؟ لأن نحن بنيان الله إحنا عايشين بقوله تعالى فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين إحنا بقى عايزين نشوف الهدم ده اللي بيمرسوا الناس في حياتنا الهدم ده لازم يقف عشان ما نوردش متطرفين وإرهابيين في حياتنا فلازم الهدم ده يقف لأن الشخص اللي بيتعود على الهدم ده بيتعود على إن إنسان ما لهش خدسية إنسان ده ما بيساويش حاجة فلو فجرته، لو تخلصت منه، لو دست على قلبه، لو كسرته ما فيش حاجة، ما عنديش مشكلة